الورقة الإيثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصاب بمصر والسودان في فترات الجفاف والجفاف الممتد لا يوجد أي ضمانات نقول لهم طب في فترة الوقت اللي فيه سنوات جفاف نعمل ايه؟ يقول لك ساعتها نشوف طب الأوقات اللي فيها سنوات جفاف ممتد يقول لك يا سيدي انت بتستبشي الخير لما تيجي ساعتها نتكلم كل شيء كان بيجابة وكأنك في مفاوضات الهدف منها فقط المفاوضات لم يكن في نية الجانب الإيثيوبي الخروج بمخرجات رابعا كما تقول الدولة المصرية عن طريق وزارة الرأي وزارة الرأي عن طريق المتحدث الرسمي باسمها تنص الورقة الإيثيوبية على حق إيثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد المل بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتين المصب أو أخزاف الاعتبار بيقولوا احنا هنغير لو اتفأته كمان هنغير قواعد المل والتشغيل بناء على توليد الكهرباء واحتياجاتنا يعني الموضوع أصلاً اللي هيفيد مني هدهولك المبدأ اللي مؤمن به الإيثيوبيين إنه اللي هيفيد مني هدهولك وكأن أثيوبيا قاعدة في عمارة مكونة من ثلاث أدوار مصر دور وإيثيوبيا دور والسودان دور وإيثيوبيا متخيلة إنه باب العمارة معها لوحدها اللي أنها سكنة في الدور الأرضي فما حدش يطلع ولا حد ينزل تقفل الباب تقفل الأسنصير هي اللي متحكمة في السل اللي بتقفله وفي الأسنصير تقفله إيثيوبيا فهم القانون الدولي غلط إيثيوبيا بتقرأ الأحداث غلط إيثيوبيا بتقرأ وبتستنتج الموقف المصري بشكل خاطئ مئة بالمئة إيثيوبيا حاولت أن تستنتج ما لا يستنتج وتربط ما لا يربط وتصل من خلال تفسيرات باطلة للقانون الدولي تفسيرات باطلة لمعنى كلمة دول متشاطئة في مجرى ملاحي أو مجرى نهري واحد ربما الدولة الإيثيوبية أو الوزارة الرأي الإيثيوبية أو الإيثيوبيين حتى هذه اللحظة لم يقرأوا القانون الدولي وإلا ما كانوا فعلوا ما يفعلون الآن حتى هذه اللحظة المتحدث الرسمي بي اختتم بأنه الإشارة إلى أن الورقة الإيثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الأمر الواقع على مصر وعلى السودان وقال إن الموقف الإيثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إيثيوبيا أو أن يقبل بقيام إيثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتين المصب ده بيان رسمي شامل جامع بيلقيه المتحدث الرسمي باسم مزارة الرئيس المصرية التي خاضت هذه المفاوضات وأعتقد أنه الوضع غير مطمئن غير مبشر وزي ما قال المتحدث أنه الموضوع هو غير متفائل غير متفائل النهاردة مصر قالت المهلة المهلة اللي مصر حدتها يوم 13 اللي هو النهاردة هذه المهلة بتنتهي اليوم فماذا يمكن أن يحدث غدا سنرى لكن أوضح للجانب الإيثيوبي بشكل لا يقبل الجدل الدولة المصرية لا تناور والدولة المصرية لا تفاوض على حق الدولة المصرية صبرت منذ البداية وحتى هذه اللحظة صبر أيوب وأقول بأن مصر نفد صبرها بشكل لا يتخيله أحد مصر دولة داعية سلام مصر دولة بتحترم القانون الدولي تحترم الحقوق والواجبات مصر في كل الأوقات التي خاضت فيها مفاوضات مع الجانب الإيثيوبي كانت هالجانب الذي يتعامل بمنطق المنفع الجماعية والتنمية الشاملة وأكثر من مرة في أكثر من مناسبة يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي شعوب الدول الأفريقية خاصة شعوب دول حوض النيل خاصة دولتين المشاركة في مياه النيل الأزرق الخرطوم وأثيوبيا السودان وإثيوبيا إنه علينا أن نتعاون علينا أن نفكر بشكل مصلحة جماعية أما التفكير الأحادي والأنانية الشديدة لن تصل بأي دولة إلى تحقيق طموحاتها نتفهم شواغل الدول نتفهم حاجة إثيوبيا والسودان إلى التنمية لكن لا بد أن يتفهم الأثيوبيون إنه مصر عندها مئة مليون مش لديهم شواغل ولديهم ما يقلقهم لا لديهم القضية قضية حياة أو مصر